اخواني واخواتي في كل الدنيا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته احييكم واتمنى لكم وافر الصحة والعافية كتير اوي من المرضى بيتمحور حياته كلها حوالين انه هو عنده انزلاء غضروفي بمعنى انه هو خلص عارف انه عنده انزلاء غضروفي مثلا ما بين اي فقرة في الفقرات العنقية او القطنية فيبتدي اي مشكلة تحصل في جسمه اي قلم ييجي في جسمه يقول ده من الغضروف تمام زي ايه مثلا اكتر حاجة بنلاقيها ان حد ركبته بتوجعه يقول اه اصل هو انا عندي غضروف في ظهري تمام او رجليه تورم فيقول ايوة اصل انا عندي غضروف في ظهري ما فيش اي علاقة ما بين قلم الركبة او اي ورم يجيلك في رجليك والغضروف بتاع الفقرات القطنية من ضمن الحاجات برضو يجيله زنة فودانه يجيله دوخة يلاقي نفسه عنده اصداع فيقول اه ده انا عشان عندي الفقرات العنقية فيبتدي كل ما يجيله قلم تمام يفكر انه هو من الغضروف اللي عنده كل ما يجيله اي شكوى يفكر انه هو من الغضروف ايدي تنمل يقولك من الغضروف اللي في ظهري الحاجات دي كلها ملهاش اي علاقة انا قلتلكم الامثلة الشائعة المشكلة عندنا اللي بيعززها الاطباء بعض الاطباء لما ما يلاقيش يعني انت دلوقتي احنا في الطب ممكن يبقى المريض عنده تنميل يعني التهاف في الاعصاب وحنا مش عارفين سببه يبقى عنده قلم او عنده دوخة او عنده طانين في الودن وحنا ما نعرفش سببه فاحنا مش عيب خالص ان احنا نقول للمريض ان احنا السبب مجهول او السبب غير معلوم لان الطب ما وصلش لكل شكاوى اللي موجودة في كل مكان لكن عيب جدا او غلط جدا ان احنا نفهم المريض ان الشكوى اللي عندك دي بسبب الغضروف او اي شكوى بسبب الغضروف فيبتدي المريض يتوجه توجه خاطئ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته